لدى الأطفال أما إذا بننتقل إلى ثاني خبر معنا لليوم ونحكي عن شركة أبل اللي نحن كلها آتنا بانتظار منتجاتها الجديدة اللي رح تطلق بعد كم شهر في غدون شهرين تقريبا رح تكشف شركة أبل عن ثلاث ساعات جديدة من أبل واتش بما في ذلك رح يكون أبل واتش برو المنتظرة ورح يكون هذا الطراز الجديد المتطور والمصمم من أجل الرياضات الخطيرة ورح يكون في رهان للشركة الجديدة لقطاع محدد من العملاء حيث ذكر تقرير بالفعل أنه ساعة أبل واتش برو رح تحتوي على شاشة أكبر رح تكون أيضا لديها عمر بطارية أطوال ومستشعر درجة حرارة الجسم الجديد وبيعتقد أيضا بعض الأشخاص أنه هذه الساعة يمكن أن تستمر لعدة أيام في شاحن واحد فقط بفضل وضع الطاقة المنخفضة المشاعة واللي لم تناقشه أبل حتى الآن بعد الأمر المثير للاهتمام هنا هو أنه صحفي من أحد الصحف عم بيقول أنه شركة أبل رح تقدم تطور للشكل المستطيل الحالي وليس الشكل الدائري للساعة مما بيعني أنه ساعة أبل واتش برو هذه رح تحصل على أول مظهر جديد لها منذ عام 2018 تقريبا ولكنها ما رح تحتوي على جوانب مسطحة مشاع عنها اللي عم تنبأ بها البعض لأبل واتش سيريز 7 وفعلا كلها آتنا بانتظار المنتجات الجديدة من شركة أبل اللي رح يتم الإطلاق عنها والإعلان عنها في شهر سبتمبر